ودلوقتي خلينا نتابع مع بعض أهم الأخبار اللي هتحصل النهاردة وكمان أهم المباراة اللي هتتلاعب في الدوري المصري وفي الدوري الأوروبي بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة فهيشف رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على الإفراج عن البضائع من ميناء الإسكندرية وهيتابع سير عملية الإفراجات بباقي الموانئ المصرية المختلفة حيث تشمل البضائع المفرج عنها السلع الغذائية والأعلاف والأدوية ومستلزمات الإنتاج النهاردة تستضيف جامعة القاهرة حفل إطلاق تحالف جامعات إقليم القاهرة الكبرى بالتزامن مع مرور عام على إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي في تمام الحادية عشر صباحا بقاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة بيضم تحالف جامعات أقليم القاهرة الكبرى، جامعات القاهرة وعين شمس وحلوان وبنها والأزهر وعدد من الجامعات الأهلية والتكنولوجية وبيأتي ذلك تنفيذا لمحور التكامل أحد محاور الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي لتحقيق التكامل الفعلي بين عناصر منظومة التعليم العالي ومؤسسات الصناعة لتعمل بصورة تكاملية لسد الفجوة بين البرامج الدراسية والاحتياجات الفعلية لكل أقليم في إطار الأنشطة الاقتصادية اللي بيتميز بيها كل إقليم في مختلف المجالات النهاردة العشاء الدوري المصري موعدهم مع مباراة قوية في إطار الجولة 15 من عمر المسابقة هتجمع ما بين فيوتشر وزاد الساعة 7 مساء النهاردة العشاء الكرة الأوروبية موعدهم مع سبع مباريات قوية في إطار جولة الزهاب من الدور 16 من الدوري الأوروبي من أهمها مباراة ليفربول الإنجليزي مع سبارتا براجل تشيكي في تمام الساعة 8 إلا ربع مساء في نفس التوقيت مباراة روما الإيطالي مع برايتون الإنجليزي الساعة 10 بالليل مباراة أولمبيك مارسيليا الفرنسي مع فياريال الأسباني